كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسمى والأنجم ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم وقيل في بيت آخر أي هذا الشاك وما بك داء كيف تغدو إذا غدو تعليلا إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة فبالأمل وبالابتسامة يعيش الإنسان هذه الحياة وقديما قال الزعيم السياسي المعروف مصطفى كامل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس فكلما زاد الأمل في حياة الإنسان كلما زادت أهدافه وزادت طموحاته مشاهدين في كل مكان سلام إليكم سلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة وصباح جديد من برنامجكم آخر الإسبوع نناقش فيه آخر تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية مشاهدين كما تعودنا معكم أننا نناقش أهم الأحداث السياسية التي جاركت على الواقع العالمي بشكل كبير جدا أما عن حدث هذا الإسبوع الأهم فهو رفع حظر السلاح المفروض على إيران رفع حظر السلاح المفروض على إيران مشاهدين الكرام وهو الواقع والمفروض عليها منذ خمس سنوات كاملة منذ عام 2015 وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول خمس الأعضاء في الأمم المتحدة حظرا للسلاح على دولة إيران فهي لا تستطيع أن تستورد السلاح من أي دولة ولا تستطيع أيضا أن تصدر السلاح إلى أي دولة أخرى حظر السلاح المفروض على إيران أكبرها مشاهدين الكرام على الاعتماد على الإنتاج المحلي لسلاحها فأنتجت إيران كميات كبيرة هائلة من السلاح وأيضا أكملت بناء برنامجها النووي الكبير فيما يعرف بيه البرنامج النووي الإيراني بعد معارضة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى سدة الحكمة البرنامج الإيراني في التسليح هو يعد من أفضل البرامج الدولية في التسليح العسكري بشكل كبير جدا فيتنافس الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين في تسليحها الخاص المحلي المعتمد على خبرائها العسكريين المحليين مشاهدين هذا وزير الدفاع الإيراني الذي عبر في تصريحات واضحة أن إيران ستبدأ في استيراد وتصدير السلاح بعد رفع حظر السلاح المفروض عليها كما قال أيضا وزير الدفاع الإيراني قال إن إيران لن تعتمد أبدا في سلاحها على الأسلحة الثقيلة أو الأسلحة غير الاعتيادية أو غير التقليدية بما يوضح إن إيران لها منهجية خاصة في تسليحها الخاص العسكري والمسلح أيضا مشاهدين الكرام هذه الصراعات الكبيرة بعد رفع حظر السلاح عن إيران والذي يمد لها فترة كبيرة من التقديم العسكري لدول كثيرة في تسليحها فإيران كما نعرف هي تمتد في الخليج العربي بشكل كبير وفي بعض الدول العربية فهي لها أضرع مسلحة وأضرع عسكرية كبيرة في اليمن عن طريق الحسيين وفي لبنان عن طريق حزب الله وأيضا في سوريا عن قوات العسكرية الموجودة هناك وفي العراق أيضا عن قوات الحشد الشعبي فهي تتوغل في بلاد الوطن العربي بشكل كبير جدا وهذا يسمح لها بالتوغل أكثر داخل هذه البلاد أيضا قالت روسيا والصين إن روسيا والصين لن تسمح أبدا بتصدير الأسلحة الغير تقليدية والأسلحة الخطرة جدا لدولة إيران مهما كان رفع حظر هذا السلاح أيضا جاء قرار رفع حظر السلاح بعد المعاهدات التي وقعت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين دولة الإمارات فيما يعرف بمعاهدة التطبيع أو معاهدة السلام أيضا مشاهدين الكرام حظر السلاح المفروض هذا قد يفتح أبوابا كثيرة على الدول العربية والعالم العربي بشكل كبير جدا مما قد يؤثر سياسيا وعسكريا في الشكل العام والشكل المركزي لبعض الدول العربية مع معرفة أن إيران لها عداءات سياسية كثيرة وعداءات عسكرية أيضا كثيرة في هذه المنطقة هذا بما يخصه الجانب العسكري والجانب المتعلق بفرض حظر السلاح المفروض على إيران وكما قلنا أنها تعتمد على إنتاج محلي خاص بها وحدها مشاهدين الكرام كان هذا هو الحدث الأهم لهذا الأسبوع وهذا هو الخبر الأهم لهذا الأسبوع أما عن شخصية هذا الأسبوع فهو كاتب مصري معروف له سبك كبير وله دور كبير في الكتابة المصرية وفي الدور المصري وهو الشاعر والكاتب الكبير والأديب جمال الغطاني جمال الغطاني هو رجل مصري صعيد الأصل عاش في صعيد مصر بمحافظة سوهاج وولد في مركز جهينة التابع للمحافظة وعاش بها مرحلة كبيرة ودخل في المدرسة الابتدائية لمدرسة كاتخدة الابتدائية المعروفة ثم بعد ذلك أكمل تعليمه في مدرسة محمد علي ثم تولى بعض المناصف في الدولة أنذاك ثم بعد ذلك وصل جمال الغطاني إلى مراحل مبكرة جدا من التطور فبدأ يكتب قصصه القصيرة والتي لاقت رواجا كثيرا ولاقت قبولا كثيرا في الشارع المصري وهذه الروايات كان لها دور كبير في تحديث الأدب المصري وتجديد القصص القصيرة مرة أخرى في الشارع المصري جمال الغطاني يعد رائدا من رواد الكتابة العصرية والذي مزج بدوره ما بين القصة الطويلة وهي الرواية ومزج ما بين القصة القصيرة في شكل جديد وإطار جديد أيضا جمع في الأدب ما بين القديم وما بين الحديث ومن مؤلفاته التي لاقت قبولا واسعا هي أوراق شاب عاش منذ ألف عام والزويل والزيني بركات وكل هذه المؤلفات الكبيرة كان لها دور كبير أسهم بشكل أو بآخر في حياة جمال الغطاني جمال الغطاني هو رحل عن عالمنا في 2015 وكان بسبب نوبة قلبية قد أصبته في هذا التوقيت أيضا مشاهدين الكرام جمال الغطاني قد لاقى قبولا واسعا لدى الشعب المصري والشباب المصريين وأيضا حصل على عدة جوائز كبيرة منها جائزة الدولة التقديرية للأداب والفنون وأيضا أنشأ جمال الغطاني ما يعرف بأخبار اليوم الأدبي مجلة كبيرة ولها دور كبير في هذا الإطار فرحم الله الكاتب المعروف جمال الغطاني مشاهدين الكرام في عجلة سريعة مر على هذا البرنامج ثلاثة أشهر كاملة هذه الثلاثة أشهر قدمنا لكم فيها أخبار كثيرة وقدمت لكم فيها أحداثا سياسية هامة انفجارات كبيرة وحروب وصراعات سياسية وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم كل هذه الفترة الكبيرة التي كانت مثقلة بالأخبار السياسية والتحليلات العسكرية الواضحة من خبراء مصريين وغير مصريين وكنت سعيدا جدا بالتواجد كنت سعيدا جدا بالتواجد معكم على شاشة الصحة والجمال لا أعلم إن كنت سأظهر مرة أخرى على هذه الشاشة أم لا لكن هو الحال يعني لكل بداية نهاية فلا أعرف متى هي النهاية ولكن لابد من وصولها محمد ريان الوقف أمامكم الآن قد يكون أنهى بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى القناة فترة التقديم الإخباري لهذا البرنامج أو لهذه الفقرة لن يكون هذا أبدا هو الظهور الأخير لي على شاشة التلفزيون بل سأكمل مسيرتي في قنوات أخرى في أماكن أخرى وأستطيع فيها أن أقدم لكم أيضا الجديد والعديد من الإنجازات الصحفية والإخبارية وتذكروا معي أن محمد ريان الوقف أمامكم سيكون من أشهر مزيع الأخبار الموجودين على الساحة الإعلامية والدولية مشاهدين أيضا بالنسبة إلى شخصية هذا الإسبوع معنا شخصية الإسبوع شخصية مميزة جدا وكلكم تعرفونها وهي الزميلة أسماء وجدي والتي تزامن هذا الإسبوع وهذه الأيام مع عيد ميلادها وأردنا أن نقدم لها هدية بسيطة على هذه المناسبة فقمنا بتصوير مجموعة قصيرة من الفيديوهات تعبرنا فيها عن حبنا لها من جانب أصدقائها وصديقاتها سنعرض هذا الفيديو الآن مشاهدين أترككم مع هذا الفيديو القصير وقد يكون هذا هو اللقاء الأخير والوداع الأخير على قناة الصحة والجمال وانتظرونا مرة أخرى في لقاءات كثيرة كنت معكم أنا محمد ريان والسلام عليكم